اشتركوا في القناة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحديد الإجراءات الرئيسة التي يجب على البرلمانات اتخاذها لاستعادة الثقة في الديمقراطية ومحور تجديد التعاون متعدد الأطراف والحوار لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الأوبئة المحتملة في المستقبل وتعزيز الوصول إلى اللقاح باعتباره منفعة عامة بالإضافة للمحور المتعلق بموضوع وضع احتياجات الشباب ومصالحهم في صميم الجهود لتحقيق انتعاش مستدام يذكر أن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي اعتمد ممثلي مملكة البحرين في ثلاث لجان بالاتحاد البرلماني الدولي وهي الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف إلى جانب مكتب النساء البرلمانيات بالإضافة إلى لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني هذا ويعتبر تمثيل مملكة البحرين في لجان المجلس الحاكم للاتحاد أكبر تمثيل ضمن المجموعة العربية